أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا على يوم الخميس 22 نيسان القمر ما زال موجود بالأسد رح يستمر طبعا لغاية ساعة يعني الظهيرة أو ما بعد الظهر هيك وبعد منتقلها العذراء القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبت ورح يستمر أو يمكث في هذه المنزلة لغاية الساعة 36.38 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا بما أن القمر الآن موجود بالأسد فبيكون الناس من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية منه والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاوية قبل يعني زاويتين قبل خلو المسار الزاوية الأولى هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 7.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 12.4 دقائق بعد الظهر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا بعد الزاوية هي مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ الساعة 12.4 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 1.7 دقائق يعني مدة ساعة تقريبا لينتقل القمر بعديها لبرج العذراء وهذا بيعني أن الفترة الساعة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 1.7 دقائق بصير القمر انتقل واستقر في العذراء طبعا 1.7 دقائق بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة 4.7 دقائق القمر لما بصير في العذراء منعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة أو في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتفهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة زي التدخين أو شرب الكحول أو المهدئات وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بعد الانتقال في زاوية راح تصير اللي هي زاوية تثليف إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وخمس دقائق مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وعواطفنا طبعا بما أن القمر راح يكون موجود بالعذراء معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم السبت 24-4 راح يبدأ في تمام الساعة 10.49 دقيقة قبل الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 4.5 دقائق بعد العصر بينتقل بعدها القمر لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدة ب11 يوم في تمام الساعة 11.5 دقائق ظهرا بيصبح 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيدة بنسبة 100% القمر في الأسد بدي انتقل للعذراء ورح يمكث فيه لغاية 24-4 هو سعيد بشكل متصاعد يعني بيبدأ من الصباح بنسبة 30% للمساء بيكون وصل لتقريبا 60-65% من السعادة بالنسبة لعطارد في الثور حتى يوم 4-5 منتحس بنسبة 10% الزهراء في الثور حتى يوم 9-5 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 طبعا بلشت الآثار السلبية له اللي لها علاقة بالنيران وحوادث النار والتفجيرات والعنف والأشياء هاي رح تستمر حتى بعد الانتقال بثلاث أيام الانتقال يوم 23 له بكرة والمريخ طبعا نسبة السعادة والنحوسة هي صفر أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم مقضاء وقت منتع معهم هاي الفترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب من الآن لغاية ساعات الظهيرة لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بأي موضوع فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات من ساعات الظهر أو ما بعد الظهر بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم أكثر من المعتاد وبرضو بتكون تنتبهوا لعملكم لأنه ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوب في إنجاز الكثير منه برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أو ممكن تفقد الاتزان وثقات الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية طبعا هذا الضغط بيظل لغاية ساعات يعني الظهر تقريبا بعدها الأجواء بتتحسن بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء إيجابية جدا برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن حد يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة بتحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات لغاية ساعات ما بعد الظهر أو الظهر وبعديها بتصير الأمور إلها علاقة بالبيت فبتعيد وتنظيم أمركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يشغلكم خلال هذا اليوم برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم شي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ طبعا هاي الأمور بتظل ساعات الظهر تقريبا من ساعات الظهر بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالاتصالات والسفر القصير أهم شي إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وأثناء الحوارات والنقاشات برج الأسد طبعا اليوم أفضل من الأيام اللي مضت اليوم نشاطكم أعلى بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل إنفراجات وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر طبعا من ساعات ما بعد الظهر ممكن تنشغلوا ببعض المسائل المالية أو ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أو من بعض المحتالين برج العذرة طبعا التعب رح يظلم سيطرة عليكم لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتكوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حادروا من البدء بأي شيء جديد قبل ساعات الظهر وما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اللي بتشعر فيه من تعب وضغط حتى على المستوى الصحي بيزول مع اقتراب ساعات الظهر بعدها تمتلقوا نشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب كل المعطيات لصالحك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك الفترة هاي بحاجة أنت لا تحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس لغاية طبعاً ساعات الظهر من ساعات الظهر أو ما بعد الظهر راح تدخل فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنك ما توقع على عقد وما تحزم أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بسبب وجود القمر في بيت المتعب برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهاي فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم فيه نوع من أنواع المفاجآت اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم ممكن متعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية الفترة فيها بعض الصعوبة مع ساعات الظهر بتتحسن الأجواء وبتنشط بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو شيء بتعلق بالأصدقاء برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رابطكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة خلال هذا اليوم أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل ممكن تتعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصعدة لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر يعني هنا بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية واليوم مناسب بس للي بيبحث عن عمل أو بدعم من علاقاته العامة أهم شيء تتجنبوا الخلافات وحاولوا أنك تسعى لتلطيف الأجواء برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي طبعا هذا الإشي لغاية ساعات الظهر من بعد ساعات الظهر بتصير الفترة النشطة جدا وبتنشط في أمور إلها علاقة بالاتصالات أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد أو امتحنات أو دراسة جامعية أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والمشتركة إنجزوا الواجبات بذقها حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وحاول أنك ما تلتهي بالأمور الثانوية ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بتكن تنتبهوا لا غذاءكم لا راحتكم لا أعمالكم لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول أنك ما تهم الوضعك الصحي نهائيا قذ قسط من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن طبعا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر بصير مقابلك تماما في برج العذراء فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم شراكات المالية والعاطفية أو ما بين الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاذروا إنكو الضخم الأمور وديروا بالكم من الوسوس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد من لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر